السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الطلاب والطالبات مرحبا بكم في قناة عين في دروس العلوم للصف الثالث متوسط معكم الأستاذة وفار بيعان ويرافقني ومعلم لغة الإشارة الدكتور محمد المقيضيب نستكمل بحول الله اليوم في موضوعنا سوف نتابع الجدول الدوري الحديث لدينا كالعادة ثلاثية التفوق التركيز التحفيز والتلخيص متابعة فيديوهات مناقشة مع المعلم والزملاء حل أسئلة نهاية الدروس والوحدة ومراجعتها متابعة يوميا للدروس عن بعد وحل الواجبات لدينا واجبنا نقرأ سويا التفكير الناقض ما الاختلاف الذي يطرأ على الجدول الدوري إذا رتبت عناصره حسب الكتلة الذرية نحن نعرف أشهر التراتيب في البداية في بداية الجدول الدوري للعالم مندليف رتبت العناصر على حسب العدد الكتلي في مجاميع وفي دورات لكن هذا لم يصمد كثيرا هذا الترتيب لماذا لن وضع بعض العناصر في مجموعات تختلف في خواصها لذلك تطور الجدول الدوري وقام العالم موزلي لاحقا ببناء أو بتعديل جدول مندليف ووضع جدول دوري حديث الذي الآن نحن نتعامل إلى يومنا هذا على أساسه على أساس ماذا ترتيب العناصر حسب العدد الذري حسب تزايد العدد الذري في مجاميع وفي دورات بحيث ماذا يحققها فكروا معي ماذا يحقق يحقق لهذا الجدول الدوري لماذا يسمي أي خاصية دورية إذن هي تترتب بصورة نمطية ثم يعاد ثم تكرر أي شيء دوري لاحظ مثلا عندي إيش عندي فصول السنة شتاء خريف أيضا كل سنة تتكرر إذن هي بصورة ماذا دورية أيام الشهر أيضا تتكرر بصورة دورية بحيث ما الذي يضمن لي الجدول الدوري يضمن لي أنتم المجموعة أو أطلق عليها اسم العائلة العناصر تتشابه في الخواصة الفيزيائية والكيميائية فنطلق عائلة الكربون عائلة الفلور عائلة الهليم أي أن كان لأن العائلة تتشابه في خواصها أفراد العائلة يتشابهون كثيرا بينما خلال الصفوف الأفقية التي تطلق عليها أعمدة ما الذي يحدث؟ هناك ترتيب؟ نعم لكن لا تتشابه عناصر الدورة أو الصف الأفقي في الخواصة الفيزيائية والكيميائية لكن هي حقيقة تترطب بنامط معين بحيث تتم بصورة ماذا؟ بصورة دورية تتغير الخواص من عنصر إلى عنصر آخر حسب على طول الدورة لكن تتشابه في ماذا؟ في ماذا؟ تتشابه في المجامل لذلك لو رتبت على حسب الكتلة ذريا ما الذي يحصل؟ أحسنتم رائعين سوف يحصل هناك عناصر في مجموعة وهي ليست متشابهة لأن ضمان عملية التشابه وترتيبها على حسب الدوري على حسب ماذا؟ العدد الذري بصورة ماذا نمطية معينة إذن قد لا تتواجد عناصر المجموعة الواحدة بنفس المجموعة هذا اللي لاحظناه عناصر المجموعة الواحدة التي من خواص المجامل لها خواص ماذا متشابهة عند اعتماد الترتيب على حسب العدد كان أيضا لدينا سؤالنا الآخر أيضا كان موجود لدينا أيضا هنا خلينا نسترجع سويا مناطق الجدول الدوري خلينا نشوف نسترجع مع بعض أخذنا الأساس الذي بني عليه الجدول الحديث اللي هو ترتيب العناصر حسب العدد الذري في مجاميع وفي ماذا وفي دورات كم عندي مجموعة؟ 18 مجموعة وكم دورة لدي؟ 7 دورات لكن هنا قطعات أو مناطق ما الذي ذكرنا؟ ذكرنا 1-2 المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة من 13 إلى 18 أطلقت عليها اسم ماذا؟ المجموعة الثمانية أطلقت عليها اسم ماذا؟ اسم عناصر ممثلة العناصر الممثلة ماذا يعني لها الكلام؟ يعني لأن أكترونات المستويات الأخيرة لهذه المجاميع هي التي تمثلها عند ماذا؟ عند دخول التفاعلات ماذا الكيميائية فمثال على ذلك المجموعة الأولى كم يتواجد بها أكترون في المستوى الخارجي؟ فكر قليلا عزيزي وعزيزة الطالبة كم يتواجد؟ أحسنتم إلكترون واحد فقط في المستوى الخارجي عناصر المجموعة الثانية جميعا كم يتواجد لديها أكترون في مستوى الطاق الخارجي؟ فكر معي أحسنتم يتواجد إلكترونين عناصر المجموعة الثالثة عشر كم يتواجد لديها إلكترون في مستوى الطاق الخارجي فقط نأخذ ماذا الثلاثة ثلاثة إكترونات عناصر المجموعة الرابعة عشر كم يتواجد إلكترون في مستوى الطاق الخارجي فقط نأخذ الأربعة أربعة الخامسة عشر فقط خمسة السادسة عشر ستة السابعة عشر سبعة الثامنة عشر يتواجد ثمانية إلكترونات معدى عنصر ماذا؟ عنصر الهليام يتواجد فقط إلكترونين لكن جميع عناصرها هنا يتواجد ثمانية إلكترونات في مستوى الطاق الخارجي معدى عنصر الهليام اللي هو في الدورة الأولى طيب ثم بعد ذلك أخذنا عناصر انتقالية قلنا من المجموعة كم؟ من المجموعة الثالثة إلى المجموعة الثانية عشر عناصر ماذا انتقالية لماذا لن يمتلئ المدار أو المستوى دي قبل امتلاء المستوى ماذا؟ اس لديها وهي ثقيلة نوعا ما لدينا أيضا وطبعا خلينا نشوف مع بعض ذكرنا العناصر الممثلة عندنا فلز ولا فلز وشبه فلز لكن العناصر الانتقالية جميعها هي ماذا؟ فلزات عناصر انتقالية داخلية وهي وضعت أسفل ماذا؟ الجدول الأساسي لماذا؟ لضيق المكان حقيقة هي طبعا تخرج من ماذا سميت باللانثانيدات والمجموعة الثانية في الأكتنيديات اللانثانيدات في الدورة ماذا؟ السادسة والأكتنيدات في الدورة ماذا؟ في الدورة السابعة خلينا نشوف مع بعض لماذا ندرس عناصر الجدول الدوري؟ لماذا؟ هل مهمة هذه العناصر؟ هل هي موجودة في حياتنا؟ أم هي ضرب من الخيال؟ فكر قليلا عزيزي وعزيزة الطالبة نعم هي موجودة الطعام الذين أكلهم مليان عناصر صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، الحليب الصوديوم، عناصر، مغنيسيوم، عناصر كثيرة في حياتنا المواد التي نستخدمها في التنظيف أيضا من عناصر الهواء الذي نتنفسه ما هو الهواء؟ غاز ماذا؟ غاز الأكسجين إذن هذا عنصر الهواء الذي نخرجه أثناء عملية ماذا؟ عملية الزفير هو مركب CO2 هو الثاني أكسيد ماذا؟ الكربون إذن في جميع حياتنا نحن نحتاج ونستخدم بعض العناصر في حياتنا اليومية كثير كثير في الغذاء، في الدواء، في التنظيف، كثير كثير إذن لماذا رتبت هي في جدول؟ هي رتبت لكي يسهل عملية ماذا دراستها بحيث تتحقق في المجامية التشابه وعبر الدورات تتحقق ماذا؟ الدورية أو تغير ماذا؟ الصفات لو لاحظنا هذا الجدول، خلينا نلقي نظرة هنا عليه جدول يتواجد في ماذا؟ فكر معي عزيزي الطالب، فكر معي يتواجد فيها ألوان عبارة عن مربعات أو بوكسات هذا يعتبر بوكس وليس مربع صح؟ عبارة عن حجم بوكسات أو صندوق بوكسات يعني صندوق، أيضا يتواجد أرقام، يتواجد رموز، يتواجد رسم، يتواجد طبعا الأرقام علوية لو لاحظنا رقم علوي ورقم ماذا؟ سفلي ويتواجد ألوان، وممكن من خلال هذه النظرة طبعا حتى هنا واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمسة، ستة ويتواجد أيضا عندنا كلمات أو عبارات كأنها ماذا منبهة طيب، إذن هو يسهل عليك الجدول الدوري الحصول على معلومات حول كل عنصر من العناصر خلينا نشوف هدافنا، وصفنا تاريخ الجدول الدوري وصفنا كثير جدا وصفنا هذا التاريخ سوف نتناول بحول الله اليوم طبعا وضحنا كيف تنظيم الجدول الدوري واليوم كمان أيضا سوف ندرس كيفية تنظيم الجدول الدوري وما هو السر في وجود هذه الألوان في الجدول ماذا؟ في الجدول الدوري ها فكر معي قليلا ما هو السر في وجود هذه الألوان؟ اللون الأزرق، الأخضر، الأصفر هل لها دلالة معينة؟ أم هي ألوان اعتباطية وضعت؟ تفكر معي قليلا نعم رائعين، لا توجد ألوان اعتباطية لكن هي وضعت لدلالة لها لدلالة لها مفرداتنا الجديد طبعا احنا أخذنا أغلب هذه المفردات هنأخذ ثلاث مفردات جديدة الفلز، اللافلز، وأيضا أشباه ماذا؟ أشباه الفلزات العنصر، مادة لا يمكن تجزئتها لمواد أبسط منها المادة صنفناها إلى عناصر مركبات وماذا؟ ومخاليط هذا الذي وجدناه، خلينا نكمل مع بعض توقع على ماذا تدل الألوان في الجدول الدوري، ها فكر معي قليلا أغلب يسار الجدول الدوري ما عدا الهيدروجين، خلينا نقرأ سويا بعض العناصر عنصر الأول، هيدروجين، المجموعة الأولى، الدورة الأولى طيب، في نفس الدورة الأولى في المجموعة الثامنية، عشر عندي إتش إي، هليم، كلاهما لون ماذا أخضر؟ وماذا يدل هذا اللون الأخضر؟ يدل هذا اللون الأخضر، كلاهما آسفة لون الأصفر، وماذا يدل اللون الأصفر؟ يدل على إن العنصر لا فلز طيب، خلينا نشوف عندنا في الدورة الثانية نبدأ دورتنا الثانية، اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين ليثيوم، بريليوم، بورن، كربون، نيتروجين، أكسيجين، فلور، انيون اختلفت الألوان عندي في دورة الثانية؟ نعم، في دورة الثانية للعناصر الممثلة نعم اختلفت، عند الليثيوم والبريليوم، عند اللون الأزرق وماذا يعني لللون الأزرق؟ يعني لأن هذه العناصر هي فلزات فكر معي قليلا طيب، سوف نأتي بالتفصيل ماذا يعني فلز ولا فلز وأشباه فلز لكن لنحفظ هذه الألوان أو لنرسخ هذه الألوان ماذا يعني لي ثم اللون الأخضر البور ماذا يعني لللون الأخضر؟ يعني لي إن هذا العنصر شبه فلز وماذا يعني للألوان الباقية؟ كربون، نيتروجين، أكسيجين، فلورنيون يعني لي إنهم لا فلزات إذن أغلب ما هو موجود على يسار الجدول الدوري على اليسار هنا ما عدى الهيدروجين أغلبها عناصر ماذا فلزية؟ خلينا نشوف العناصر الانتقالية والانتقالية الداخلية خلينا نلقي نظرة على الانتقالية والانتقالية الداخلية هي لونها أزرق، إذن هي ماذا؟ فلزات، أحسنتم رائعين هي فلزات طيب، لنحسب اللافلزة اللي هي باللون الأصفر لنحسبها كم لدي عنصر لا فلز؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، العناصر بقية العناصر تقريبا كم عندي 12-114 يعني أكثر من ماذا أكثر من 90 عنصر هي في حالة ماذا هي في أي حالة من حالات عملية تصنيف هذه العناصر إما فلس أو لا فلس أو شبه فلس هذا تصنيف فيزيائي أغلب التسعين أو أكثر من التسعين عنصر هي في هذه العناصر كيف تكون أو ما هي شكلها هيكون شكالها ماذا من النوع الفلزحت إذن ستكون ماذا لدي فلزحت إذن نتفق الآن إذا وجدنا اللون الأزرق في الجدول الدوري ماذا يعني لي يعني لي إن هذه العناصر فلزحت وإذا وجدنا اللون الأصفر ماذا يعني لي يعني لي أن هذه العناصر لا فلز وإذا وجدنا اللون الأخضر ماذا يعني لي هذه العناصر يعني لي أن هذه العناصر شبه فلزات خلينا نشوف بعض العناصر الفلزية ليثيوم أين نجد الليثيوم؟ في بطاريات الساعة والموازين الإلكترونية حدائد دائرية لونها فضي طيب بريليام خلينا نشوف صوديوم ماغنيسيوم كالسيوم بوتاسيوم خلينا نشوف هنا أيضا عنده آيرون الحديد الحديد النيكل الذهب الفضة الزئبق هذه كلها كلها عناصر ماذا؟ عناصر فلزية عناصر فلزية الذهب الحديد النحاس الفضة هذه كلها ماذا يعني لي؟ كيف شكلها؟ هل لها لمعان؟ هل لها بريق؟ ما هو برأيك؟ فكر قليلا طيب خلينا نشوف الكربون مثلا لو أخذنا الفحم يعتبر ماذا كربون؟ لو أخذنا الكبريت الكبريت هيكون مائل على اللون ماذا الأخضر؟ هذه لا لا فلزات طيب خلينا ندرس أكثر فأكثر الخواص إذن خلينا نشوف إذن صنفنا العناصر فلز وشبه فلز ولا فلز هذا عندي الكربون الكربون لا فلز شايفين زي الفحم؟ إذا قمت بعملية أريد أن ماذا أشكل؟ هل يتشكل الكربون؟ لا هو هش يتفتت ماذا؟ بسهولة إذن هذا هو عنصر ماذا لا فلز؟ إذن اللافلزات تشترك بصفة ما هي هذه الصفة؟ فكر معي قليلا جميعا تشترك إذا أخذنا الكبريت أخذنا كذا في اللافلز كلاهم أو جميعا تشترك بصفة؟ إنها هشة تتفتت هل توصل الكهرباء والحرارة؟ فكر قليلا فيها هل هذه العناصر اللافلزية؟ هذه اللافلزية هل هي قابلة للطرق والسحب؟ هل هي لها لمعان؟ هذا اللافلز هل هو له لمعان؟ الكربون هل هو لمعان له بريق؟ ليس له لمعان وبريق إذن الكربون لا فلز هو من الجرافيت لا ينهاش غير قابل للطرق والسحب نأتي إلى الذهب الذهب أو الحديد لائما طبعا الإناث يلبسون الذهب والذهب له لمعان له بريق والفضة والحديد الملاعق التي تقوم باستخدامها من الحديد وأيضا مغلفة ورق الألمنيوم الذي تغطي به ماذا؟ تغطي به الطعام عادة نحن التشميع الخاطئة قصدير لكن هناك عنصر آخر قصدير أيضا كذلك علب المشروبات الغازية أيضا مصنوعة من ماذا؟ من الألمنيوم حواف الشبابيك مصنوعة من الألمنيوم إذن في حياتنا الفلزات موجودة بكثرة الكهرباء أسلاك الكهرباء مصنوعة من عنصر ماذا؟ من عنصر النحاس عنصر النحاس هو الذي يوصل ماذا؟ وتنتقلنا الكهرباء من شركات الكهرباء إلى بيوت عبر عنصر ماذا؟ أو عبر أسلاك ماذا؟ النحاس إذن هل الفلزات توصل الكهرباء؟ أي شيء يوصل الكهرباء هو أيضا موصل للحرارة أعطيك مثال على ذلك دائما نحن نستخدم الملاعق في الأكل في تناول الطعام لكن لا نستخدمها في طبخنا للطعام بالملاعق المصنوعة من الفلزات لماذا؟ لأنه بمجرد حتى الأواني أو طنجرات الطبخ لما تلمسها هي ساخنة إذن هي موصل الحرارة فأي عنصر موصل الحرارة هو أيضا موصل لماذا؟ للكهرباء بصورة ماذا؟ بصورة كبيرة إذن هنشوف مع بعض هذا النحاس اللي هي أسلاك فلز لامع قابل للطرد عندما تطرق هذه الفلزات ممكن أسوي فيها صفائح عندما أسحبها ممكن أقوم بعملية عمل ماذا؟ أسلاك لها أعطي المثال على قات الملابس التي هي مصنوعة من الفلزات إذن هي قابلة للسحب وقابلة للطرق وقابلة للتشكيل الذهب حقيقة بما أن فلز هو قابل للطرق وقابل للسحب وقابل للتشكيل بأشكال ماذا مختلفة الذهب الفضاء النحاس وجميع وجميع ماذا؟ الفلزات لذلك استخداماتها مهولة في حياتنا اليومية لو نعددها والحديد لو نعددها أغلب الأوان التي نطلخ بها هي مصنوعة من فلزات أغلب كذلك ماذا؟ أغلب الدوات الزينة التي نستخدمها هي مصنوعة من فلزات أيضا كذلك هل نتناول في أجسامنا أيضا بعض الفلزات نحتاجها كالكالسيوم وغيرها والحديد وغيرها هذه العناصر أمتل على الفلزات واللافلزات دعونا نرى البورن البورن اللي هو اللون ماذا؟ باللون الأخضر إذن هو شبه فلز شبه الفلزات تأخذ خواص من الفلز ومن اللافلز وهي توصل ماذا؟ توصل التيار الكهربائي لكن ليس بدرجة عالية كالفلزات وليس بدرجة ضعيفة كاللافلز فهي متوسطة ماذا؟ التوصيل إذن شبه فلز له لمعان بسيط لو نلاحظ فيه لمعان نقاط بسيطة موصل الكهرباء عند درجات الحرارة العالية كالفلزات إذن هي توصل عند درجات الحرارة العالية ونعطي مثال على ذلك كمثال على ذلك ما هي؟ أواني أو قوارب السيليكون السيليكون يعتبر عنصر لافلز ورغم ذلك نحن حتى الآن ممكن نقول هو مطاط فرغم ذلك والدتك أو أختك بالمنزل نستخدمه لصنع ماذا؟ الفطاير والكيكات لماذا؟ قوارب من السيليكون شبهها في المطاط توضع في ماذا؟ في الفرن إذن هو عنصر يحتوي على ماذا يوصل هو شبه فلز متى يوصل التيار الكهربائي ومتى يوصل الحرارة عند درجات حرارة ماذا؟ عالية يشبه اللافلزات في أنه هش وغير موصل الكهرباء عند درجات الحرارة المنخفر إذن واصل الآن هذا الجدول الدوري له ألوان متعددة إذن وضعت العناصر صحيح ترتبت على حسب العدد الذري لكن أيضا هذه العناصر تصنف فيزيائيا إما إلى فلز أو لا فلز أو شبه فلز الفلزات تشترك فيه خواص معينة ذهب الفضة النحاس الحديد كلها لها لمعان ماذا يعني لها لمعان؟ تعكس الضغء الساقط عليها إذن خلينا نشوف هنا أيضا هذه أيضا من أحد ماذا؟ من أحد الفلزات قد يكون ماذا؟ من الفضة أو النحاس خلينا نشوف ما المقارنة معا الفلز له لمعان له بريق درجة انصحار وغليان مرتفعة بصورة عامة اللافلز ليس له لمعان نعطي مثال الفحم الفحم يتكون من الكربون مجرد هل له لمعان؟ ليس له لمعان نريد أن نشكل هل يتشكل؟ لا هو يتفتت هش يتفتت ليس له لمعان وليس لها بريق درجة انصحار وغليان ماذا؟ منخفضة حينها تكون ماذا عالي صفاتها وسط بين الفلز واللافلز متى توصلت الحرارة والكهرباء؟ عند درجات الحرارة العالية جدا التوصيل موصلة جيدة للحرارة والكهرباء أقرب مثال على ذلك ما الذي؟ ملاعق الطعام التي نتناول بها الطعام لا نستطيع أن نطبخ بها لأن لو طبخنا بها تحترق يدينا لذلك نستعيض عنها بمواد ماذا عازلة مثل الخشب أو غيرها لكي لا توصل أواني الطبخة التي هي مصنوعة من ماذا؟ من فلزات لها لمعان لها بريق أيضاً كذلك لو لاحظنا كيف ترتفع درجة حرارتها دائماً اللي يوصل حرارة هو اللي يوصل ماذا؟ التيار الكهرباء لا فلز غير موصلة والدليل على ذلك سلاك الكهرباء ما الذي يمر التيار الكهرباء خلال أسلاك النحاس؟ صحيح هذا الكلام والنحاس فلز لكن تغلى فسلاك الكهرباء بمادة بلاستيكية أو مطاطية عازلة لماذا؟ حتى لا تنتقل ماذا إلينا الكهرباء ويحدث ماذا؟ خطر لماذا؟ لأجسادنا إذن هي غير موصلة هذه المتوسطة التوصيل عندها درجات حرارة ماذا عالية هل الفلز قابل للتشكيل؟ والطرق والسحب وصنع منه أشكال مختلفة؟ أقرب مثال عندنا ماذا؟ الذهب والمجوهرات ونلاحظ كيف قابلة هنا غير قابل أن يشكلها دائما تتفتت هنا قابليتها تكون ماذا؟ متوسطة نصنع منها قوالب ماذا؟ السيليكون نصنع منها أيضا ماذا؟ نصنع منها إلكترونيات في الدوائر ماذا؟ القهربائية مثال حديد النحاس الذهب الفضة وأشياء كثيرة لدينا أكثر من 90 عنصر في الحالة ماذا؟ لدينا أكثر من 90 عنصر يصنف ماذا؟ من الفلزات هنا عندنا كربون كابريت وأكسجين هنا عندنا البورن والسيليكون خلينا نشوف هنا مثالنا اختبر نفسك حدد موقع العنصر ورقم الدورة والمجموعة ثم صنفه الليثيام خلينا نشوف الليثيام الليثيام في أي دورة؟ في الدورة الثانية والمجموعة ماذا؟ في الدورة الثانية الليثيام هو المجموعة الأولى إذن في الدورة الثانية والمجموعة ماذا؟ الأولى؟ خلاص ايش نوعه؟ لونه أزرق إذن هو فلز فإي الحديد خلينا نأتي وين فإي؟ هذا هو فإي في أي دورة؟ في الدورة الرابعة إذن الدورة الرابعة الرابعة إذن هو في الدورة ماذا؟ الرابعة وأي مجموعة لديه؟ المجموعة الثامنة وهو ماذا؟ وهو فلز نأتي للإف إف ما هو؟ إف اللي هو فلور في أي دورة؟ في الدورة الثانية والمجموعة السابعة عشر إذن في الدورة الثانية والمجموعة السابعة عشر وهو لون أصفر هو لا فلز سيليكون أين السيليكون؟ هذا هو السيليكون في أي دورة؟ في الدورة الثالثة السيليكون في الدورة الثالثة وفي أي مجموعة هذا السيليكون؟ في المجموعة الرابعة عشر وما هو نوعه وما هو نوعه إذن هو شبه فلس ونكمل باقي العناصر اللي هو الكربون في الدورة الثانية والمجموعة الاربع طعش الثانية والمجموعة ماذا الاربع طعش وهو ماذا وهو لا فلس خلينا نختبر أنفسنا مع بعض خلينا نشوف اختبر نفسك عناصر غازية أو صلبة هشة هشة في نقطة مهمة أغلب خلينا نرجع هنا أغلب ماذا أغلب الله في الزات هي ماذا أغلب الله في الزات هي غازية وأغلب ألف في الزات هي ماذا هي صلبة يعني هذه نقطة مهمة جدا وحنكمل فيها وحنشوف ما عدا عندنا عندنا فلس واحد هو في الحالة ماذا السائل اللي هو ماذا اللي هو الزئبق وأغلبها وأيضا عندي لا فلس في الحالة السائلة هو البور أغلب عناصر الجدول الدوري هي في الحالة ماذا الصلبة وحنتكلم الكثير عنها غدا بإذن الله خلينا نشوف عناصر غازية أو صلبة هشة في درجة حرارة الغرفة العادية رديئة التوصيل هي ماذا أحسنتم هي ماذا هي اللافلز إذن هي النقطة ها اللي هو إيش اللي هو اللافلز منطقة في الجدول الدوري تتضمن ثمانية مجموعات وتشمل الفلزات وأشباه الفلزات واللافلزات ثمانية مجموعات واحد اثنين ومن ثلاثة إلى ماذا إلى أربعة عشر إذن هي عناصر ماذا عناصر ممثلة حسنتم العناصر المتشابهة في الخصائص الكيميائية والفيزيائية ما الذي أطلق عليها أطلق عليها المجموعة اللي هو لدي حرف الحال العناصر الواقعة بين الفلز واللافلز في الجدول الدوري ما الذي أطلق عليها حسنتم أشباه الفلزات إذن أشباه الفلزات تقع بين الفلز واللافلز درجة توصيلها ماذا حتكون حتكون ماذا حتكون متوسطة صف أفقي صف أفقي من العناصر في الجدول الدوري تتغير خصائصه بصورة تدريجية ودورية ما الذي أطلق عليها حسنتم هي ماذا هي الدورة منطقة في الجدول الدوري تتألف من المجموعات ثلاثة إلى ثماثة إلى الثانية عشر هي عناصر ماذا انتقالية أحسنتم عدد البروتونات في نواة العنصر هو ماذا يطلق عليه العدد الذري نعم عناصر لامعة جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء وصلبة في درجة حرارة الغرفة أغلبها صلبة هي ماذا أحسنتم رائعين هي لدي ماذا الفلز إذن نسترجع مع بعض الشيء التي تعلمنا العناصر في الجدول الدوري صنفت فيزيائيا إلى فلز لا فلز الشبه فلز ما هو الفلز هي عناصر لها لمعان لها بريق في الحالة الصلبة درجة حرارتها ماذا درجة انصحار والغليان مرتفعة توصل التيار والكهرباء قابلة للطرق والسحب اللافلز هي عناصر ماذا لا توصل ليس لها لمعان ولا بريق تتفتت لا توصل تيار ولا كهرباء أيضا تتفاوت ما بين صلبة وماذا وغازية الشبه بالفلز خصائصه ماذا عناصر خصائصها بين الفلزات واللافلزات توصل تيار حرارة عند درجات حرارة ماذا عالية جدا وبذلك قد أنكون عزاء الطلاب قد أنحينا هذا الجزء من ماذا هذا الجزء من تنظيم الجدول الدوري لدينا واجبنا ولدينا واجب آخر اختر أحد العناصر واكتب كيف تم اكتشافه ومتى ومن اكتشفه وما هو استخدامه في حياتنا بالإضافة إلى ماذا إلى سؤال 2 و 3 بذلك أنحينا هذا الجزء من تنظيم الجدول الدوري سوف نتناول رمز العنصر ومفتاح العنصر والتسمية لهذا العناصر في الحصة القادمة ادفع نفسك عزيز الطالب الأمام ليس المهم أن تتقدم بسرعة لكن المهم أن تتقدم بالاتجاه السليم أشكر لكم عزيز الطلاب والطالبات على حسن متابعتكم وقوموا معي في الفيديوهات القادمة شكرا لكم